جلسة عالنية لمجلس أمن الدولي تنعقد اليوم لبحث التطورات في ليبيا تتضمن إحاطة للمستشار الخاصة للأمين العام الأممي لليبيا ستيفاني ويليامز الإحاطة تأتي في وقت تضغط فيه ويليامز من أجل إجراء الانتخابات بحلول جوان القادم بعد أن فوتت البلاد الموعدة المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي جلسة مجلس الأمن تصاحبها جلسة أخرى لمجلس النواب الليبي في مدينة طبرق مخصصة لمناقشة التقرير المقدم من لجنة خارطة الطريق التي كلفها البرلمان بإعداد تصبر للمرحلة المقبلة بعد تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وفي موقف أشبه بالرد على رئيس البرلمان عقيل صالح بخصوص مستقبل حكومة الوحدة أبدى 62 نائبا دعمهم لاستمرار رئيسها عبد الحميد الدبيبة في منصبه لحين إجراء الانتخابات داعين مجلس النواب إلى التوافق معها لإنهاء حالة الانسداد السياسي الحالي اللافت أن الإعلان عن المبادرة جاء بعد ساعات من لقاء جمع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وعدد من النواب وهو ما يعني برأي مراقبين استحالة نجاح عقيل صالح في حشد النصاب اللازم للتصويت على إسقاط الحكومة وتشكيل أخرى بديلة عنها